يعتبر الشمول والاستفادة المتبادلة قيم الصداقة الصينية العربية تتبادل الحضارتين الصينية العربية الإعجاب وتسجلان فصولا تاريخيا رائعة من التعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة نستلحم بالحكمة من الحضارة العريقة للجانب الآخر وننشر سويا المغزى الحقيقية للحضارة على وهو الاحتمام بالسلام ودعوة إلى الانسجام والتزام بالتعهدات والسعي وراء الحق ندافع عن الأصالة بكل ثبات في وجه التحريد على سرع الحضارات وندعو سويا إلى الحوار بين الحضارات ونناهد التمييز الحضاري ونحافظ على تنوع الحضاري في العالم أيها الزملاء والأصدقاء في الوقت راحي دخل العالم مراحلة جديدة من التراب وتحاول وتشهد منطقة شرق الأوسط تغيرات جديدة وعميقة بادت رغبة الشعوب العربية في السلام وتمي أكثر إلى حاحا واشتادت نداءاتها الداعية إلى الإنصاف والعدالة في هذا السياق على الجانبين الصيني والعربي يعد برهما شركين استراتيجيين توارث وتطوير روح الصداقة الصيني العربية وتعزيز تضامن وتهاون وبناء مجتمع مستقبل مشترك أوثق بين الصين والدول العربية بما يعود بمزيد من الفوائد على شعوب الجانبين ويساهم في قضية قدم للبشرية علينا تماسك بالاستقلالية والسيانة المصالح المشتركة يدعم الجانب الصيني جهود دول العربية لاستكشاف الطرق التماوية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية والتحكم في مستقبلها ومصورها في أيديها ويحرص الجانب الصيني على التعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع الجانب العربي وتبادل الدعم الثابت فيما ساعي الجانب الآخر إلى الحفاظ على السيادة البلاد والسلامة الأراضي والكرامة الوطنية وعلى الجانبين تماسك سويا بمبدأ عدم تدخل في الشؤون الداخلية وتتبيق تعددية الأطراف الحقيقية والدفاع عن الحق حقوق والمصالح المشروع للدول النامية علينا تركيز على التمية الاقتصادية وتعزيز تعاون القائمة على الكسب المشترك من ضروري تعزيز الموأمة بين استراتيجيات التماوية وبناء الحزام وطريق بجودة عالية ومن ضروري توطيد تعاون تقليدي في مجالات الاقتصاد وتجارة وتاقة والبنية التحتية وغيرها وتقوية أقطاب النمو المصاعدة مثل التمية الخضراء والمنخفض الكربون والصحة والاستثمار والمالية وفتح آفاق جديدة في مجالات الطيران والفضاء والاقتصاد الرقمي والاستخدامات السلمية لطاقة النووية وتعامل الفعال مع تحديات الكبرى القائمة مثل أمن الغذاء وطاقة يحريس الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ مبادرة التمية العالمية وتدعيم تعاون الجنوب الجنوب لتحقيق تمية المستدامة علينا الحفاظ على السلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك يدعم الجانب الصيني الجانب العربي في إيجاد حلول السياسية للقاضية الساخنة والشائكة بالحكمة العربية وبناء منظومة أمنية مشتركة والشاملة وتعاونية ومستدامة في شرق الأوسط ونحث المجتمع الدولي على يحترام شعوب شرق الأوسط باعتبارها السياد المنطقة وإدفاء طاقة إيجابية تخدم الأمن والاستقرار في شرق الأوسط ويراحب الجانب الصيني بالمشراكة الجانب العربي في مبادرة الأمن العالمي كما أنه على استعداد لمواصلة المساهمة بالحكمة الصينية في تعزيز السلام والأمانة في شرق الأوسط علينا تعزيز تبادل الحضاري وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة من ضروري توسيع نطاق تبادل الأفراد وتعاون الإنساني وثقافي وتبادل الخبرات في الحكمة والإدارة ومن ضروري رفض الإسلامفوبيا بشكل مشترك وإجراء تعاون في نزع التطرف ورفع ربط الإرهاب بعرق أو دين بعينها ومن ضروري تكريز قيم البشرية المشتركة المتماثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية والنصب قدوة للتواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات في العسر الجديد رأينا بارتياح أنه تم الاتفاق في هذه القمة على العمل بكل جهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العسر الجديد مع ودع الخطوط العريضة لخطة تعاون شامل بين الصين والدول العربية بغية تخطيط آثاق تدور العلاقات الصينية العربية بشكل مشترك كخطوة الأولى لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك وتنفيذ الخطوط العريضة لخطوة تعاون شامل بين الصين والدول العربية يحرس الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ الأعمال الثمانية المشتركة خلال السنوات الثلاثة إلى الخمسة القادمة التي تغطي المجالات الثمانية التالية تدعيم التامية الأمن الغذائي السحة التامية الخضراء والابتكار أمن طاقة الحوار بين الحضرات تأهيل الشباب الأمن والاستقرار قد أفاد الجانب الصيني الجانب العربي بالمحتويات المفصلة للأعمال الثمانية المشتركة وسيعمل مع الجانب العربي سويا على تنفيذها في أسرع وقت ممكن وتحقيق حصاد مباكر أيها الزملاء والأصدقاء إن القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في شرق الأوسط وتدعى الضمير الأخلاقي للبشرية على المحك لا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروع كما أن تطلع لإقامة دولة مستقلة لا تقبل رفضا يجب على المجتمع الدولي أن يراسخ الإيمان بحل دولتين وتماسك بمبدأ الأراضي مقابل السلام بحزن والعمل بكل الثبات على بذل الجهود حميدة لدفع مفاوضات السلام وزيادة المساعدات الإنسانية والإمائية لفلسطين لدفع الحل العادل والعاجل للقضية الفلسطينية على بوغ